رحم الله المرحوم المرزى محمد سرابادي كان قد اعتل المنبر بعد الصلاة ذات يوم في الإيوان فتقدم منه شرطي وقال له ألم تسمع أن اعتلاء المنبر ممنوع ففوض أمره إلى الله ونزل والمرحوم الشيخ اعتماد زادة كان على منبر مسجد تشهل ستون ولما رأى رئيس الشرطة نزل من على المنبر والمرحوم الشيخ مرتضى قروني أبو الحاج الشيخ كمال مرتضوي رضوان الله تعالى عليه كان في مسجد شبستان يفسر القرآن على المنبر فلم ينزل فسحبوه عنوى ثم جاءوا إلى مسجد المرحوم أبي وكان على المنبر وكان الضباط وقادة الجيش سابقا يلبسون جزمة طويلة وكان خلعها أمرا صعبا وكان عليهم يستعمل قطعة خشب خاصة يضعونها على جانب منها ليتمكنوا من خلعها فجاء الضابط بجزمته وأراد الدخول وما إنهم بدخول المسجد ووضع قدمه يريد خلع جزمته ليدخل حتى رآه المرحوم أبي وهو فوق المنبر فصاحبه اخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى أيها القرد لا تدخل بحذائك اخلع حذائك فجلس ذلك الضابط في مكانه ولم يحرق